موسيقى للأسف الشديد هذه ظاهرة تسيل للبرلمان المغربي للأدوار الدستورية باعتباره سلطة شريعية ظاهرة غير مقبولة لأنه الأدوار الرئيسية هذه المؤسسة من شريع من الرقابة من تقييم السياسة العموبية من الدبلوماسيا البرلمانية لا يمكن أن تنفيذ هذه المهام الدستورية الكبرى إلى حضور النواب هذا يكشو الأزمة عامة الديمقراطية في البلاد وطبيعة النخب السياسية طبيعة النخب السياسية انتخابات للأسف الشديد ما زلك تتحكم فيها المال ما زلك تتحكم فيها إلى حد ما بعض الولاءات تقليدية لا يمكن لا يمكن أن تنشجنا إلا بحل هذه الضواحر نحن كفريق نعتقد أنه إذا رجعته نحن كفريق العدل والتنمية إذا رجعته ببساطة دخلوا المجلس النواب والتقارير أعتقد أنه جاء الوقت لكي نتجاوزه مرحلة أنه بالأعيان أننا نجل النخاب عن طريق النموذج للأعيان هذا يعبر على ثشال السياسة بالأعيان السياسة لا تريد أن تتمارس بالأعيان ستتمارس بالنخاب السياسي المحزبة والمشروع مجتمعي والمشروع تكوين لأنه على خلاف البرلمان يجب أن يكون محفز للأطار للنخب الحقيقي الذي يأتي لمؤسسة الشريعية وكذلك أدعو رئاسة مجلس النواب ومجلس النواب أن يفعل القانون الداخلي يفعل القانون الداخلي ولماذا أنه قبل انتخابات المقبلة أنا أدعو أنه على غرار المجاليس الترابية لغيب ثلاثة دورات أو خمسة دورات غير متوالية يتم السحب والعزل من العضوية لماذا أن ننفذ هذه المقتلية القانونية التي كنا في جامعة الترابية أن يتم تنسيس عليها في القوانين الداخلية لمجلس النواب وكذلك لمجلس المستشارين علاوة على الإجراءات الأخرى المرتبطة بالغرامة المالية واختطاع مجموعة من تعودات المالية ولكن يجب أن نوصلنا لها لأنه غير مقبول في نظري يتم التغيب بشكل كبير لأنه للأسف نقولها بصراحة كين برلمانيين التي لم نرى إلا في نهاية الدورة كين برلمانيين التي نرى إلا في نهاية الدورة ما هو معقول ما هو معقول بدأتا أنه من جو حتى نهاية الدورة عاد كوكين برلمانيين التي غادروا التراب الوطني ولا يحضروا نهائيا للأسف شديد خاصة مدخلة شريعية ومدخلة قانونية لتجاوز هذا الأهد موسيقى 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 بعد التلع على النتائج الدراسة معهد تحليل السياسات مشكوراً صدمتوا النتائج هذه الدراسة والأرقام المعلنة عنها نسب الثقة في المؤسسات موسيقى المؤسسات السياسية موسيقى المؤسسات المنشئة الاجتماعية اللهم الأسرة التي احتلت نسبة عالية للثقة العائلة ولا أحد تحدث على أن هذه المؤسسة حضيت منسبة الثقة عالية هذا يعكس على أنه الهدم العدد من القيام الاجتماعية تكلفتها ستكون غالية على المجتمع حفاظ على مؤسسات الأسرة والحماية والدعم هذه النتائج هذه هامة جداً في هذا الدور التضامن ما بين العائلات ما بين الأسرة لكن المؤسسات السياسية للأسف الشديد عرفت نسبة ثقة منخفضة جداً الأسباب لهذه المؤسسات الثقة في نظريك سبباً رئيسياً السبب الأول هو أنه المغريب أعرف تحولت ديمغرافية رهيبة في العقود الثلاثة الأخيرة سعينة جيل البارابول ألفين جيل الإنترنت ألفين وعشرة أو قبل ذلك بقليل جيل التواصل الاجتماعي ثلاثة الأجيال نشأت مع طورة معلوماتية كبيرة في الوقت المغريب دار مجودة كبيرة في التعليم نسبة التعليم الأميان خفضت إذا نسبة الوعي المستوى الجماعي المغربة الطوار حجم الطالب الاجتماعي على المؤسسات الدولة لا يمكنها تواكب هذا الحجم الخصاص الاجتماعي الكبير بالرغم من المجودة المغريب لدينا التطورة معلوماتية لدينا تحول ديمغرافي لدينا مؤسسات سياسية تتطور ببطء كين تتطور ولكن ببطء هذا الهامش هذا الفرق ما بين التطور الذي يعتمده داخل المجتمع من ناحية الديمغرافية وما بين الإمكانات المتاحة لدي الاقتصاد المغربي لدي المؤسسات بحدودة وبالمقابل لدينا أعطاب سياسية ما زال ما قدرناش نتجاوزها المرتبطة بالعمل الحزبي بالمؤسسات والقياب بالأدوار دينا كذلك هناك حملة رهيبة عن المؤسسات دينا الواسطة على المجتمع كين حملة كبيرة جدا حملة يساهموا فيها عدد من الأوجه يساهم فيها الإعلام الأساس وشهد البلد ما فيه تشحجم زيانة يمكن لنا نسلط عليها نسلطوا عليها الضوء لا يتم تصويت الضوء إلا على الاختلالات والأزمات والفضائح وما شير هذا الشيء الذي كان في مغريك كان لدينا إنجازات وكان لدينا أعمال وكان لدينا مساهمة قيمة كافة المكونة بالمجتمع والدولة 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 إذا لدينا تحديات مختلفة هذه إشكالات كبيرة فمطلوب أننا نشتغلوا جميع نشتغلوا جميع الدولة الأحزان الحكومة برلمان على التحسين الصورة وعلى القرن الآن محتاجين إلى ثقافة القرن من المواطن مبقاش وقت ديال أنه المسؤولي قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابونا وفلاشين فيبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعية